قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعم إقامة مناطق آمنة في اليمن وسوريا وأوضحت الإدارة الأمريكية في بيان لها أن الرئيس ترامب طالب بإقامة مناطق آمنة في اليمن وسوريا ووافق الملك سلمان على دعم هذه الفكرة ودعم أفكار أخرى لمساعدة اللاجئين الذين شردتهم الصراعات المستمرة وبحسب بيان البيت الأبيض فإن الزعيمين اتفقوا أيضا على الحاجة لمواجهة أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة